مساكم الله أبو الخير مشاهدينا في حلقة يديدة من برنامجكم بالكويتي ومساك الله أبو الخير مساك نور محمد ونتكلم في البداية عن يمكن أول سجمنت اليوم عن الحياة والحياة كلنا نعرف أنها مليئة بالضغوطات والمشاكل اللي ممكن في بعض الأحيان تسيطر فعلا على حياة الشخص وتأثر عليه وتخليه غير قادر على التعامل معها وعلى إدارة حياته نقول تقسيم وقته بالشكل الصحيح منزعج ومزعج لأنه يأثر حتى على الناس اللي حوالي نحن نرى دائما يمكن اللي عنده أكثر من شغلة واليوم فرصة بنا نتكلم عن خطوات وأسلوب مناسب لتنظيم حياتنا عشان نوصل إلى الاتزان السليم مواضيع كثير إن شاء الله سنتناقش فيها مع الدكتور ساجد العبدلي مساك الله أبو الخير نساء النور دكتور ساجد طبعا وطبيب بشري متخصص في مجال الطب المهني والبيئي ومدرب في العديد من المجالات التنمية والتطوير البشري والتمييز الوظيفي ما شاء الله وصحفي واعلامي يعني شيء كثير ما شاء الله موفق وكاتب أيضا شكرا جزيلا ياطيكم شكرا جزيلا دكتور معانا يمكن أهم خنقول هدف ممكن لأي إنسان أنه يكون يحط جدام عينه هو الاتزان في الحياة لكنه صعب يعني مع كل هذه الضغوطات اللي موجودة في حياة الإنسان حوالي ساعات حتى الأخبار اللي إحنا ما لنشغل فيها يمكن تكون حوالينا في بلدان أخرى أيضا تؤثر على نفسياتنا من داخل شلون ممكن الإنسان يصل إلى الاتزان الحياتي بسم الله الرحمن الرحيم لا شك مثل ما ذكرتي أنه المسألة صعبة ولا يمكن أن نقول بأن هناك زر سحري والعصة سحرية ويصبح الإنسان متزن لكن أعتقد أن الخطوة الأولى في موضوع الاتزان الحياتي وهو أمر أنا محتم فيه جدا وأشتغل عليه سواء من خلال العيادة عندي أو من خلال الدورات والكتب أنه يكون هناك عند الإنسان وعي تستغربون لما أقول لكم بأن كثير من الناس ترماشين فيها الحياة مستمرين فيها دون الوقوف للحظات مع أنفسهم والتفكر في مختلف جوانب حياتهم وين المختل وين المضبوط وين يحتاج رعاية وين يحتاج حناية هذا ترسلت فيه الوعي 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 بحياتك وعي وين مصادر الاعتلال والاختلال في هذه الحياة إذا بدأنا بخطوة الوعي وصارت موجودة عند الإنسان ذات اللحظة رح يعرف بأنه أنا عندي تضرر هنا عندي ألم هنا عندي شيء يحتاج أن يعالجه ورح يبحث عن العلاج بالطب يقول لك بأنه أولى خطوات العلاج التشخيص السليم لا قبلها قبل التشخيص السليم أن يكون المريض عنده وعي بأنني أنا مريض إذا ما جالك يا طبيب وقال لك أنا مريض إذا هو مقتنع أنه محتاج لمساعدة إذا مو مقتنع وإذا مو حاس يعني البعض مو مقتنع والبعض مو حاس أصلا هذا إذا بمرضي عادي هذا شيء آخر فقضية الوعي مهمة جدا أن الإنسان يدرك بأن هناك جوانب مختلفة في حياته تحتاج إلى اتزان ولما أقول اتزان أنا لا أعني جمود دائما أنا لما أطرح الفكرة عند بعض الناس يقول لك بأنه صعب أن الإنسان يكون يعني مضبوط بكل جوانب حياته أقول له مو هذا الهدف الهدف أن يكون عندك إدراك أنت الحين مقصر وين وليش أنت مقصر في هذا الجانب على سبيل المثال ظروفي بالوظيفية طلبت مني أني أقضي ساعات زيادة أكون عارف أني أنا قاعد أعطي جهد مضاعف على حساب وقت أسرتي معناته أنا راح أعوض أسرتي بالطريقة الفلانية معناته بالويك أند أنا راح أقعد وياهم أساس أعوض هذا الأمر لكن أنا مو من دفع لأجل الوظيفة وكل كلمتي بأن أنا قاعد أحاول أجيب لقمة العيش وأنا بيوكلكم ومن عشانا كلها عشانكم على حسابهم لازم يكون عندك وعي بأنك أخذت من وقتهم عشان تعوضهم تنظيم الوقت بالضبط وأيضا في موضوع الوقت ومسألة الاتزان نحن دائما نتكلم عن قضية التي تسمعونها كثير equality and quantity الموضوع مو بس quantity مو قضية بأن أنت تقعد بشغلك ثمان ساعات تقعد مع أسرتك أنت أحيانا تقعد مع أسرتك أربع ساعات ومنشغل بهذه الموبايلات أو منشغل بأفكارك أو أنت تعبان وكأنك ما قاعدت وحيانا تقعدوا إياهم وتطلعوا إياهم طلع نصف ساعة وكانها الدنيا أسعدتم وفرحتهم ونفس الشيء أحيانا قاعد بدوامك عشر ساعات ولا إنتاجية ولا هم يهزنون في حين بيننا أحيانا قد تقعد بدوامك ساعتين وتكون من أبدع ما يكون فهذا الوعي قضيةنا وقضيةنا وين قصرت وما يحتاج طبعا موضوع الاتزان ليس فقط محور العمل والأسرة لها محاور عديدة يمكن نستطيع أن نسؤال فيها نعم هذا ممكن يأخذنا إلى موضوع ثاني تكلمت بالوقت موضوع النجاح يعني في ناس دائما عندهم موضوع النجاح هو فقط أني أنا نجح في عملي الوظيفي نعم أتوقع في نجاحات أخرى في الحياة غيرها طبيعي كلمة النجاح هي كلمة عامة نعم مفهومي للنجاح غير مفهوم غير مفهوم أختي فبالتالي البعض يشوف نجاح وظيفي البعض يشوف نجاح مالي البعض يشوف نجاح أسري البعض يشوف نجاح إعلامي البعض يشوف نجاح بكل هذه الأشياء نظريتك شخص بضضبط أنا أعتقد بأن النجاح لازم يكون على حسب الشخص و هو بالضبط شنو النجاح بالنسبة له لذلك كان لم يجون عندي مثلا بعض العملة في الاستشارات حق موضوع إدارة الوقت وإدارة الأولويات وكذا أقعد إياهم بالبداية أني أسمع منهم وأبي أفهم شنو اهتماماتهم شنو الأشياء اللي ضغط عليهم وشنو الأشياء اللي يحسون أنهم راقصتهم وكذا وأقدر أحدد خريطة النجاح بالنسبة لهم شنو أهيا وحتى على نفس المستوى لما يقول لك واحد بأن أنا نجاحي مثلا أني يكون عندي فلوس أهم الفلوس عندي أنا مثلا المليون هي الرقم الأعلى فيه الواحد عنده المئة مليون وفيه الواحد المساكين عنده العشر تلاف هذه النجاح فبالتالي أيضا المستويات وفرقة فبالتالي مهم جدا لما تقول بي أن أنا النجاح بالنسبة لي هو الشيء الفلاني أقول لك حط ليه بهدف يسمونه هدف ذكي سمارت محدد سبيسيفيك بالضبط واقعي أيضا وأيضا واقعي لما أنت تقولي بي أنا أصير مثلا إمبراطور أقول لك هوكي يقولها ولكن ما تسويها أو أنا أبني مثلا يقولك إذا أردت أن تشيد قصرك فوق السحاب فأفعل لكن أريني كيف تضع القواعد من حقك تحلم أن تحط قصر فوق السحاب لكن شون بتحط القواعد يالله أرني فبالتالي لما تقول أنا أصير مثلا عندي بكون ثروة مقدارها خلنا نقول مليون في خلال سنة أفهم أن هذا واقعي ممكن أن تسوي بزنس معينة طلع هذا المليون لكن تقولي بيكون المليون خلال مثلا أسبوع أقول لك لحظة أقنعني بينها واقعية أبي رحبوك ممكن لكن بالنهاية لا بد أن الهدف يكون ذكي يكون مربوط الجدول زمني يكون واقعي يكون محدد لما تقول بصير غني إيش كثر يعني غني أمية ألف مليون وهكذا نعم خلنا نتكلم كنت ذكرت نقطة مهمة دكتور تنظيم الوقت نعم وهذه مهارة مو كل الناس فهم أهميتها وعارفة شون تطبقها صحيح فيريت نوضح موضوع تنظيم الوقت وأهميتها بالضبط لا شك يعني الإنسان ما هو إلا وقت يعني الإنسان عمر يعني سنوات تمضي كل ما مضت سنة من عمر هذا الإنسان كل ما اقترب إلى نقطة الرحيل الله يطول بعماركم لكن بالنهاية أنا ما أؤمن بشيء اسمه إدارة الوقت كلنا عندنا باليوم 24 ساعة أنجح الناجحين عندهم 24 ساعة وأفشل الفاشلين عندهم 24 ساعة هي خلونا نعيد تسميتها إدارة الذات على منحن الوقت أو على مسار الوقت هذه صعبة إدارة الوقت أسهل صعبنا الإدارة الذات أصعب فعلا بالضبط وهذا هو التحدي أنا شلون أدير ذاتي فيه خلال 24 ساعة التي الله سبحانه وتعالى عطاها كل البشر بعض الناس ينام 8 ساعات بعض الناس ينام 6 بعض الناس لا يحب يسحبها 12 و 14 و 16 ساعة وبعد ذلك يقول لك لماذا لا تفعل شيئاً يقول لك لا يوجد وقت أكيد لا يوجد وقت و أنت نضيع 14 ساعة على النوم فبالتالي نعرف وقتك وين يذهب عندما يأتيني أنا مثلاً و أنا أقعد وياه نفحص شيئاً نسميها دائرة الوقت نقعد نفحص الوقت بالنص ساعة ليس بالنص ساعة بالضبط كيف دوامك الساعة من الساعة للساعة خلال هالثمان ساعات مثلاً ما تفعل حتى نبدأ نفحص قضية ما كثير تقرأ جرايد ما كثير تضيع وقت على القاعدة عند زملائك البعض اللي يقول لك تريق أو كذا رجعتك للبيت الانتقال من دوامك إلى بيتك ما كثير يضيع منك الوقت الهدف من هذا كله أني أحاول أجد وين الوقت المهدر وين الوقت اللي قاعد يضيع هذا الوقت اللي قاعد يضيع نبدأ الحين نستفيد منه و نستثمره بأنه إذا كان يعاني من مشاكل صحية ويقول أنا ما عندي وقت أمارس الرياضة أقول لك ها عندك ساعتين و عندك ساعة باليوم تقعد تهدوها أطلع للوقت أطلع للوقت شنو النقص اللي عندك والله عندي مثلاً تقصير أسري هذه ساعة تقدر تسفيد منها أسرياً عندي إشكالية صحية هذه نص ساعة تقدر تروح فيها مثلاً نادي أو تمارس الرياضة في البيت ما عندي وقت أقرأ هذه ربع ساعة لو تقرأ يومياً ربع ساعة اجمعها على مدى السنة وتكونوا تخلص بالسنة الواحدة أكثر من 20-30 كتاب فبالتالي نحن نوهم أنفسنا بأننا لا لدينا وقت لكن أيضاً نرجع حق الكلمة اللي بدأت فيها مسألة الوعي ما حدوقف ودرس وقته بالضبط وين قاعد يضيع تدرون بأننا نضيع ساعات على أجهزة السمارتفون هذه ونا قاعد نصفح السوشيال ميديا أنا حتى مرة رصدتها بنفسي يعني ترى أنا لا أدعي يعني أنا أحسن ناس مت لكل إنسان ضعفة لكن المشكلة الرك أو خلنا نقول وين حل المشكلة بينك يكون عندك الوعي نحن نمسك تويتر ونقعد نتصفح 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 لأحد ما نعتقد أننا شاهدنا كالشي نقلب لإنستجرام نتصفح نتصفح كيف الوقت المناسب لهذه الأجهزة لو تحددها أنا أقول فعلى ما تخلص الإنستجرام تلقي ناسك بينك الان شن طلع شي بتويتر وما شفتها ترجع تلقي ناسك ضيعت لك نص ساعة ساعة وانت بهذه الأجهزة وهذا بالقليل أنا الآن للأمانة قاعدة قلن المسألة كيف سويتها شلتها من تليفوناتي طبعا ليس بالضرور أن هذا هو الحل الأمثل لكن هذه طريقي في التعامل المنوضوع شلت البرامج شلت البرامج لأنها تغريك طول ما هي موجودة تلقاك بأي لحظة أنت لا شعوريا تمسك وتقعد تصفح نعم وخليتها عندي لأن أنا أستخدم السوشيال ميديا كتسويق لأفكاري وأنشطتي خليتها عندي على جهاز الكمبيوتر جهاز الكمبيوتر ما أصادفة إلا فترات محددة من النهر بالدوام بالبرايكات أقدر أفتح الشغلات الخاصة فيني فأرد على التساؤلات أنشر اللي أحطها وانتهي بهذه الطريقة أنت تقدر تمنع نفسك بعض الناس يقولك لا يبقى هذا الحل ما أعلم يسوي مناسب أنا أشوفها دكتور لأن حاليا السوشيال ميديا صارت ضرورة يعني تعرف الأخبار أول بول تقرأ الأمور المهمة في وقتها أعرفت شلو تصارت جزء لا شك أنا معك لكن كنت سألتك سؤال بنظرك كيف كتر الوقت المناسب أنا أعتقد أن يفترض أنه باليوم يعني ما يتجاوز نص ساعة للأمانة بالسوشيال ميديا لكن ترى الوقت المفرق اللي قاعد يقضون عموم الناس على هالأجهزة يتجاوز النص ساعة بكثير يتقرب الساعات من واحد إلى آخر يفرق لكن يعني بس أرجع للنقطة لقاتها أختي نجلة لأنه الموضوع يفرق من شخص إلى شخص يعني أنا كنت أظن أني من قطع السوشيال ميديا بأن الدنيا كلها بتطوفني اكتشفت فيها لذة أنه أحيانا يأتونك بخبر ما مر عليك والصج صارت شذية تؤمس بيها التؤمس أنه يوجد مفاجأ لا يوجد مفاجأ الحين الكل يدري بكل شيء يعني هذه مشكلة صراحة وين المفاجأة نعم يمكن طبعا أن هذه أحد نظرياتك فيه في الوقت والاتزام نفسي لكن أرجع مرة ثانية الموضوع يهمك لنا حتى الضغوطات يعني أنا حس مثلا عندي أكثر من وظيفة عندي أولادي وبيتي عندي أنا حياتي عندي عرياثي فمرة تحس بي ضغط كبير علي قلت لي نظم وقتك نعم لكن أيضا أكيد فيه أمور أخرى ممكن تساعد صحيح موضوع تنظيم الوقت قلنا هذه النقطة الأولى مهم جدا أن يكون عندك وعي بوقتك وين قاعد يضيع وين قاعد يروح الشيء الآخر هو تنظيم الأولويات الإنسان منشغل مثل ما ذكرت بكثير من الأشياء مهم جدا بأنه يقعد ويراجع نفسه بأنه أيش الأشياء ذات الأهمية الأعلى وإيش الأشياء ذات الأهمية الأدنى والأقل ويبدأ يحط في باله بأنه إذا كان وقتي أنا مثلا بالنهاية أنا ثمان ساعات نايمة أو تسع ساعات أو أقل إذا كان وقتي هل كثر ساعات أنا أعطيها حق حياة الأسرية والاجتماعية شنو الأشياء اللي يفترض فيني أني تنازل عنها ما أستطيع مثلا واحد يقول أنا ما عندي وقت وحساب على حساب أسرتي ومصر يوميا يكون يروح مثلا يروح الدوانية قنن خلاص يصير لك بالسبوع مثلا دوانية مرتين أو ثلاث ويبقى لك مثلا يومين تكسب فيهم وقت لا بد أنك تفاضل ما بين الأولويات أيه الأهم أيه المهم وأيضا الأهمية تفرق أفهم مثلا في فترات الإجازات أن يكون في أشياء تأخذ مرتبة أهمية أو أولوية في أيام العمل في أشياء تأخذ الصدارة هذا أيضا كله يرجع على موضوع الوعي والإدراك بأنه وين الأشياء ذات الأهمية مهم أيضا أخوي أن تحط في بالك مسألة بأن نحن نعتقد بأن كل شيء نهتن فيه لا يعني غريزيا سبحان الله كل شيء نهتن فيه في هذه الحياة يفترض بأن نتعامل معه وكأن لدينا القدرة على التحكم فيه لذلك تجد مثلا بأن خبر ينشر في تويتر عن بعيد الشار كارثة صارت في أحد البلدان تلقى تأخذ تفكيرك وتأخذ اهتمامك وتسيطر عليك في حين بأن أنت مالك أي قدرة على التحكم فيها فبالتالي يمكن تقدر تدعي للناس أو أنك تبرع بشيء وينتهي بعد ذلك دورك في هذا الأمر في حين بأن الأشياء التي تقدر تتحكم فيها مثلا أسرتك مثلا احتياجاتهم مثلا أمور دراستك أمور عملك أو كذا تجد أن الإنسان مفرط فيها وملاهي يبدأ الأشياء مهم جدا أن تدرك بأن هناك أشياء التي هي أولويتك لأنها داخل ضمن مسؤوليتك كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رأيك هذه رأيتك التي تشتغل عليها بعد ذلك الأشياء التي ممكن تأثر فيها ثم تأتي بعدها بعيد التي هي الأشياء التي تهتن فيها وليس لديك أي قدرة على السيطرة توزيع مراتب الأشياء من حولك على هذه الدرجات مهم جدا أضيف لها شيء آخر على أساس نكمل مسألة إدارة الضغوطات مسألة العلاقات في حياة الإنسان العلاقات الاجتماعية كثير من الناس الأمور مخلوطة عندهم لو تقعد و تقوله بأن أنت من أهم من الناس في حياتك يقول لك الكلمة السريعة بأن أسرتي أمي أبوي زوجتي أولادي وكذا فتقوله طيب من أكثر الناس التي تقضيوا معهم وقت في حياتك تكتشف أنه لا ليس نفسه حتى بعض الناس لا شكوه مع نفسه لكن تلقي أن وقته ضايع مع ناس أبعد من هؤلاء طيب ذيلة الذي تقول أهم من ناس في حياتك ما أعطيتهم من وقتك دعنا نقول ليس فقط كوانتتي ليس كمية كواليتي ما هو كواليتي الجو ذات الوقت الذي أعطيتهم تكتشف بأن في بالقناعات لكن التطبيق مختلف تماما مهم جدا أن الإنسان يرجع للحظة وعي و يصنف الناس على مراتب هذا القريب أو للناس باهتمامي هذا الذي أبعد مننا أعطيه بهذا القدر هذا الذي أبعد و أبعد ليس كل زملائك في العمل أصدقائك و على فكرة الصداقة هي مسؤولية نفسية و مسؤولية واقعية و عددهم قليل يكون لك شخص و نحن صغار عندما أبوك يقول لك وينك يقول لدي ربع منه ربعك إلى ثلاثين و ربعين وحد كل ذلك لربعك عندما تكبر تجيب بين الصديق واحد و اثنين في حياتك لأن الصداقة ليس أنه ما يعطيك و أن الصداقة ما تعطيه هل أنت قادر أن تأتيها ثلاثين و ربعين و واحد لا أنت قادر أن تعطي واحد ولا اثنين فبالتالي ذلك أصدقائك الحقيقيين و الصداقة هي طريج رايح رات ممكن أن أكون صديقك لكن أنت مو صديقي شلون أنا أجد في نفسي القدرة على أني أسندك و أعطيك فبالتالي أنا أعطيك علاقة الصداقة لكن أنت ما تجد القدرة فبالتالي مو معنات أني أنا فضفظ لك أنت ملزم أنك تفضفظ لي و هذا يوقع كثير من الناس في الخلاف و الخلاف نعم يأتي لك مثلا أو يأتي لك تجي لك زميل تشتك قاعد تسول وتسول وتفضفظ عن حياتها و و وطحك و هناك بالمقابل أني عاملها بالمثل و أنت تتعاملينها بكل احترام و دوغ لكن ما تكشفي في الحياة الأسرية و الشخصية هذه ليست صديقة و أنت أهي لأنها فضفظت اعتقدت بأن أنا خلاص أنا حطيت عندك الوديعة لابد أن تعطيني في مقابلها و هذا الخطأ لا أنت لابد أنك تعطي للناس بهذه الطريقة لأن تثق بأن هذا الإنسان قابل أنه قابل أن يدش فيك و إياك في علاقة صداقة يحل مشكلتك مثلا إذا احتجت الرأي السديد تلقاه إذا احتجت السند مثلا المادي أو المعنوي تلقاه و هكذا هذه علاقة الصداقة و ليس كل من اللي بتسملك هذا صديق لا هذا زميل هذا إنسان يعني فلن نقول معرفة لا أكثر ترتيب العلاقات مهم حلو دكتور للنجاح مثلث مثلث النجاح سنتكلم عنه إن شاء الله لكن بعد الفاصل كاملين حوارنا مع الدكتور ساجد العبدالي دكتور قبل الفاصل سألتك عن مثلث النجاح فعلا النجاح لمثلث طبعا هي هذه محاولة لتبسيط المفهوم لمسألة مثلث النجاح إن شنه العوامل اللي تدخل في مسيرة النجاح للإنسان طبعا هي دائما أنا كنت حطها في الدورات في مسألة بأن أسأل المشتركين بأن شنو أهم عامل عشان الإنسان ينجح وكنت أقول لهم بأن الهمة قوة العزيمة هذه مثلا أحد زوايا المثلث قضية الموارد والخطة والعمل الدؤوب هذه أيضا أنها تكون أحد الزوايا تفرق من شخص إلى آخر دكتور لا هي الفكرة الأمانة أنا في الدورات كنت أني أرجع وأقول بأن هناك ناس كثير عندهم من أرواع الخطط وأكيد يمكن مرة عليكم تقعدوا ويا فلان أو فلان تقول لك أنا في بالي المشروع الأفلاني وبأسوي كذا وكذا وكذا وظل هالفكرة حلم وبالأخير بعد سنة أو سنتين غيرها نفذ أو غيرها نفذ الحلم هذا ومشي فيه طيب ليش ما سويت وبعض الناس الله عطاهم خير وعندهم فلوس وكذا لكن ما يحسنون استغلال هذه الأموال ويبددونها ويوضع منهم فدائما أقول بأن أنا أهم عنصر في مثلث النجاح هو مسألة الهمة إذا الله سبحانه وتعالى استودع عند هذا الإنسان الهمة حتى لو كان خلنا نقول أنجح الناجحين في الحياة ترى اليوم مو أذكي الأذكياء وأنما الناس اللي عندهم الهمة العالية ذكي وما يتحرك ذكي وما يقوم من مكانه شنو استفدنا من ذكائك غير مجرد أنت تنظر على رأسنا وتسولف صاحب الهمة حتى لو انقصت المعلومة يعرف منين يطلع يعرف من الشخص اللي عنده صاحب الهمة حتى لو انقصت الموارد يعرف شون يمو المشروع ومنين يطلع الفلوس الحرج بالضبط نار نار فتلقى لذلك تجد بأن كثير يمكن من يومين أنا قاعد كنت أشوف فيلم عن اسمه The Founder يتكلم عن أحد المطاعم الشهيرة وشون أصحاب المطعم ما نذكرين اسم عشان لين قال دعاية أصحاب المطعم ظلوا على فكرتهم البسيطة رقم أنه كان عندهم فكرة من أبدع ما يكون و جاهم واحد عندهم معالي وصي هذا أفكار وصاد منهم الفكرة و استثمره بالخير طلعهم وطاره بالفكرة و نجاح نجاح رهيب هذا الإنسان عنده همه مع أنه لم يكن عنده الفلوس و الموارد الموارد كانت عنده صحيح فإذن صاحب الهمه الذي عنده الرغبة بأنه يغير من نسه و يغير من واقعه هذا ما تخاف عليه فهذا الضلع الأول هذا الضلع الرئيسي وهذه الزاوية الرئيسية طبعا يظل يعني صاحب الهمه لا بد أن يكون عنده موارد بس كيف يطلع الموارد هنا لا بد أن يكون عنده خطة ولا بد أن يكون عنده رؤية هذا مهم جداً طبعاً من ضمن الموارد دائماً لما يقول يقول يا أخي نحن في زمن الحين أنك إذا تعرف فلان وصلت هذا من ضمن الموارد ترى بالضبط علاقاتك و ما توظفها يترك عنك التوظيف السيء لكن بالنهاية إذا تعرف فلان وكذا وتأخذ من خلال حقك ما أخذت باطل يعني فبالتالي هذا من ضمن الموارد بالمثل الشعبي يقول لك معرفة لرجال تجارة بالفعل تعرف منه الناس الكيفيجرز و كل مكان من يساعدونك فبالتالي مهم جداً أن تكون عندك هذه الموارد يكون عندك الرؤية والخطة لكن رأس الهرم أو رأس المثلث دائماً عندي الهمة إذا ما عندك همة فلوسك راح تبددها ولا تظلها تحت المخدknow لكن الحينان أنا فهمت أنه الهمة والموارد الهمة عندك، عندك الموارد، عندك الخطة، عندك الرؤية، عندك مسألة توظيف هذا كله نطلقاً على المثلث الحين نحن نحن احاول أن أشترح الفلسفة بشكل عام فهذه النقطة إنه يعني من هذا المثلث لو نُتلع ونُركز على مسألة بأن الهمة الهمة هذه خلاص أنا ما أخاف على الشخص لما يأجد عنده الهمة يمكن الشيء بالشيء يذكر كثير من الناس يأتون عندي في الجلسات الاستشارية أو كذا خصوصاً أنا قدم جلسات استشارية في موضوع تأليف الكتب لأن لي تجربة وأشوف يبين عندي الشخص من أول جلسة أو جلستين يبين هذا رح يطلع من نتيجة أو نلأ من يوم أحس النار ليس يقول لك الحي يحييك يبين الحي هذا رح يطلع منه نتاج والثاني لا تحس بأنه خلاص رح يطفي مجرد خلنا نقول حماس اللحظات الأولى يطفي اللي تشوف مشتعل هذا سعى خوفك نار يحرق القومات عاد هنا قضية الهمة لا تكون التوتر متزن لذلك في علم الإدارة داما يقول لك بأن القيادي ودك أن يكون عنده الثورة لكن يكون عنده مستشارين اللي يهدونها ينسقون أجون على ما ولا يدمر الدنيا دكتور التفكير المنهجي نعم تكلمت أنت عنه في كتبك ودوراتك ما تقصد فيه وكيف طريقته جميل هذا يعيدنا أيضا حق موضوع الوعي كثير من الناس ما عندهم تفكير منهجي والسبب أنهم يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى دامنا منح الجميع العقول إذن هي تقوم بعملها لوحدها وهذا غير صحيح التفكير يتعلم يتعلم نعم لما نكبر ونتطور كبشر بطبيعة الحال نصير نعرف أن نفكر بشكل بشري ولكن لماذا هناك ناس عندهم طريقة أعمق بالتفكير و هناك ناس لا أبسطة في التفكير ليس لأن الله خلق هؤلاء خلق عليهم أغبياء و ذيلة أذكياء لا التور ما تتكلم عن الذكاء و درجاته جاي لك جاي لك بالشغلة هذه و إنما طبعا اترك عنك حالات مثلا التخلف العقلي و حالات النبوغ العقلي نحن نتكلم عن عموم الناس في ضمن عموم الناس تجد إنسان حكيم الحكيم شنو معناته؟ الحكيم عنده تفكير منهجي لما تعرض لقضية لما تعرض للمشكلة يستطيع أن يدير هذه المشكلة و يعزل مشاعره يعزل عواطفه يعلم بأن قراره الآن لو يتخذه متأثر مثلا بميله لفلان أو بكرهة لفلان أو كذا يعزل الجانب العاطفي و الشعوري يمسك المسألة جدامة ترى من أصعب الأشياء التي تواجه الناس قضية اتخاذ القرارات طبعا لو الناس كلها تتخذ القرارات بكل سهولة باعتبار أن الكل عنده مخ و يعرف كذلك إذن ما وقعنا في المشاكل تجد ناصد شون في قرارات هوجة تدمر حياتهم ماليا و أسريا و أجتمعيا لأن ما يفكرون منهجيا شون التفكير المنهجي تعرض وين الإيجابيات و وين السلبيات تعرض وين الأشياء التي لا زالت خافية عنك في هذا الموضوع و تحتاج أنك أنت تبحثها و تتقصاها نحن نقدم موضوع التفكير المنهجي في برنامج يسمونه قبعات التفكير الست لطبيب نفسي شهير اسمه إدوارد يبونو إنجليزي هو مالتي الأصل لكن إنجليزي يقول لك فكرته بالبرنامج هذا يقول لك بأنه يفترض أن الإنسان يتحكم بعملية التفكير مثل اللي يلبس القبعات هذه وحطها بألوان يقول القبع البيضة تعني الحقائق الموجودة عندك عن هذا الموضوع مثلا أنت بتفتح لك مشروع تجاري الحقائق ما هو راس المال اللي تحتاجه هل عندك القدرة على تحصل الموقع الزين منه شركائك مادتك اللي بتبيعها و بضاعتك هذه معلومات محايدة لازم تكون موجودة عندك على بياض على بياض لا بد أن تكون ولا تقول أنا بفتح المحل الفلاني طيب أنت درس السوق لا ما درس السوق لا ربك بيسرها ربك بيسرها بس قوم يا عبدي و عينك اشتغل فبالتالي القبعة البيضة قضية المعلومات الحيادية بعد ذلك عندهم القبعة الحمرة اللي هي قبعة الشعور انت شين الشعور اكتجاه الموضوع كثير من الاجتماعات الدشون هوا تجدون بأن الاجتماع ينتهي بدون نتيجة والسبب أن الناس دشت في ردات الفعل الشعورية ما يحبون بعض أو أن عنده موقف مع فلان و كذا على حساب المعلومات المحايدة على حساب المادة المتجردة على حساب وين الإيجابيات وين السلبيات لأنها شعوريا وهو إدوار ديبوني في برنامجه هذا يقول بأنه لابد نعطي مجال للشعور لكننا نحيده أعبر على مشاعرك وحيدها وعرف الآن أن هذه المشاعر وحطت على جنب بعد ذلك عنده القبعة الصفرة أنه شين هي العناصر الإيجابية في مشروعك اللي بتقدم عليه أي مشروع حياتي مشروع أمل مشروع زواج مشروع سفر شين هي إيجابياته تحطهم وترصدهم كتابة قبل شيء كنا نسولف عن موضوع الكتابة مهم أنك تكتب شين هي السلبيات اللي هي القبعة السودة وترصدهم كتابة بعد ذلك القبعة الخضرة هي فكرة الإبداع طيب شون ممكن نعدل الوضع شون ممكن نطلع من خارج المألوف شون ممكن نقدع فيه وتأتي بعد ذلك القبعة الزرقة بأنك أنت الحين أوكي نحطت كل الأشياء جدامك على الطاولة ورصدتهم هذا هو التفكير المهجي متى آخر مرة فينا واحد قاعد أمام مشكلة واجهت وقاعد وقال الآن بفكر فيها شنو إيجابياتها شنو سلبياتها لا تأتيك المشكلة وعلى طول يا تأخذ ردة فعل يا تنكمش على نفسك يا تدوده لا تعرف ما تفعل نعم نحن لا نفكر منهجيا إلا الناس الذين تدربوا وعرفوا وعلى فكرة حتى الناس المدربين دعنا أربطها لكم مثال لا تلاحظون بأنه في الطب الطبيب يمنع من الجراح أن يسوي عملية لأقرباء ضغط أقرباء الدرجة الأولى حتى لو كان هو أشطر جراح في هذا المجال لماذا؟ لأن القبعة الحمراء الآن غصبا عليه قطعة الستشين التي يسويها بكل جرأة لأنه لا يعلم أن يسوي هذا ولدي لا لا أسويها أردت أن يجعلون زميلة أو طبيب ثاني لأن هنا لا يستطيع حتى أرشد الناس حتى بالتوجيه النبوي بأن يقول لك لما تقوم على شيء استخير واستشير استشير واستخير هذا يتيبهم الاستشارة ليش؟ حتى لو كنت تأحكم الناس لأنك انت بمشكلتك مضغوط نفسيا وعاطفيا فبالتالي لازم تشارك الآخرين في عقولهم مبسط التفكير منها جعد الذي يتعلم أكثر يدش معي بالدوار دوار ممتاز إذن دكتور تكلمت قبل شوي أيضا عن صعوبة اتخاذ القرار وإنه ليس كل الناس يستطيع أن تتخذ القرار صحيح لكن كل إنسان يحتاج أن يتعلم مهارة اتخاذ القرار لأن كلنا نواجه تقريبا نفس المشاكل لا شك طبعا الناس في قدرات مختلفة مهم جدا إنسان يقرأ في هذا المجال يعرف كيفية اتخاذ القرارات يعرف كيفية الآلية ويعرف بأن ترام وملزم على فكرة بأنك عندما تنسأل أنت ملزم ترد بحزتها عند الأجانب شغلة حلوة عندما تقول لها تسالة يقول لك أعطني فرصة أفكر أفكر هذا دبلوماسي أني أفكر من حقا أن يروح ويفكر برواء يشاور نعم لا يسألك لازم تجاوبني الحين يلا عندك دقيقتين ما يصلح مو مسابقة ما يمسابقة فبالتالي تعرف أنه من أهم شروط التفكير المنهج أنه يأخذ مساحته من الوقت طبيعي بأنه في بعض الأوضاع وبعض البوزيشنز والمناصب للقيادين أو كذا يكون في حالات طارئة تحتاج منه أن يتخذ قرار سريع لكن قدرتها لاتخاذ القرار السريع هذه ليست هبة ربانية فيها جانب لا شك هبة ربانية لكن فيها جانب خبرة متراكمة عبر السنوات نعم أنتم لا يمر عليكم أن الرئيس التنفيذي للشركة الفلانية يعطونا راتب بالسنة مليونين فتقول الله مليونين وهو على شنو لأن هذا يتخذ قرار في لحظة عصيبة يخسر الشركة مليار يربحها مليار صح لذلك ليس حرم فيه مليونين يعطونا لأن هذا اكتسب خبرة متراكمة عبر السنوات أحلتها يصير به المنصب ويصير فيه هذا الموقف لذلك للأمانة بعض النظم الدراسية في دول المتقدمة يدربون الأولاد في المدارس على أنظمة التفكير السليم والتفكير المنهجي يليت كل المدارس يليت كل المدارس الدرس نفس هذه الأمور نحن نعتقد بأن الطالب يجب أن يطلع بكمية من المعلومات وهذا ليس صحيح من يمكننا يذكر المعلومات للدراسة في المدرسة مهارات الحياة أفضل بالضبط علم مهارات الحياة علم طريقة التفكير السليم وهو قادر اليوم أن يطلع أي معلومة يطلع زر من خلال جوجل يعني يحنا يمكن بالضبط ما هو صعب يعني الكالكوليتر وياك الحاسب وياك بأي مكان فبالتالي العسر ليس عسر إيجاد المعلومة العسر في قضية شلون أوضف المعلومة شلون أطبقها شلون أستفيد منها لذلك أنا كتبت مرة اسمح لي خذنا أضيفها أدري طوالت عليكم كتت مقالة أقول بأننا في زمن ما عاد فيها أمية القراءة اليوم الناس كلها تقرأ ولا عاد فيها أمية اللغة الثانية الناس 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 كلها تطقطك ترى إنجليزية تقدر دبر أمورها ولا أمية استخدام الكمبيوتر الحين حتى أمهاتنا وشيبالنا بالموبايل يعرفون له نحن اليوم في عصر أمية التفكير السليم الناس لا يمكنها أن تفكر تفكير سليم لذلك قراراتها متسرعة يدخلون نفسهم في مشاكل اجتماعية ومالية وغيرها لأنها لا لديهم آلية التفكير السليم نهجية دكتور طبعا كلي ذكرت عبارة عن دورات تعطيها ويعطيك العافية لجهد الجميل هذا أيضا عندك جانب آخر وهو التأليف وكتابة الكتب آخرها الراقصون تحت المطر نعم الاسم حلو جميل نديوان شعري حبيبي حربي نتدري هاليام نحاول شوية العنوان يكون مزخرة يمكن أن يجذب في الحقيقة أنا صنف نفسي في المقام الأول وقبل أن أكون كاتب أنا قارئ نعم أنا أعتقد بأن كل واحد فينا لا بد أن يكون قارئ لكن ليس بضرورة كل واحد فينا أن يكون كاتب ليش أنا أبي كل إنسان يكون قارئ لأنني أنا أعتقد بأن البذرة اللي ينبني عليها التفكير السليم اللي ينبني عليها الوعي اللي هو القراءة أنت اليوم شون تتحصل على المعلومة اللي تستطيع أنك تمثلها بعد ذلك بتفكير سليم شون تحصل على الفكرة اللي اللي تلاقحت في عقلك مع ما يوجد أنها تصبح فكرتين من خلال القراءة السليمة للكتاب الجيد فالإنسان اللي ما يقرأ منين قاعد يحصل على وعيه منين قاعد يحصل على تطوير أفكاره من السوشيال ميديا قلوا لأحد من تجارب الحياة بالنسبة له لكن لا تكفي لا تكفي بالضبط بعض الناس يقول يا أخي أنا قرأ معلوماتي بالسوشيال ميديا متى آخر مثقف نتج ما سوى بحياته إلا سوشيال ميديا وطلع مثقف لا نقص على أعمارنا بهذا الكلام ومو كل الأخبار اللي موجودة في السوشيال ميديا صحيحة ومو أنكذف بالضبط غير أنها مو صحيحة قضية أنه شنهي الشذرات اللي تأتيك هذه ما تشكل وعي ما تشكل فكر منهجي لحظيفة بالضبط انبعاثات لحظية ومليئة بكثير من الأخطاء مثل مقالة تختيفة بالتالي القراءة المنهجية مو بس أنها تعطيك معلومة القراءة المنهجية تطور وكذبت عنها مقالة طويلة انشرتها في جريت الأنباع عن أكثر من 19 أو 20 فائدة مثبتة علمية للقراءة غير مسألة المعرفة والحصول على المعلومة أنت تتكلم عن قضية تقوية مثل ما الجسم لها عضلات تتقوى بالرياضة تأخر لنا الزهايمر أي دكتور وتأخر الزهايمر هذه تكلمت عنها تأخر الخرف هذه الدراسات أثبتوا بأن اللي يصابون بالخرف بأن يعطونهم الألعاب التي فيها تفكير أو القراءة أحد أيضا الأشياء التي تخلى الإنسان التفكير تزيد من الذكاء العاطفي ما الذي ذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي قدرت الإنسان على فهم مشاعر اللي يجد دامه والتعامل معهم بحسب هذه المشاعر وقدرتها على التعبير عن مشاعر فبالتالي يقولك اليوم أنجح المدرة في العالم أصحاب الذكاء العاطفي الأعلى و وأصحاب الذكاء فالإيكيو اللي هو الذكاء العقلي المباشر فبالتالي أنت تتكلم أن القراءة تعطيك هذه الأشياء كلها الإنسان القارئ بطريقة ذكية الإنسان القارئ بطريقة منهجية تفضلي جملة مهمة لإنسان القارئ بطريقة ذكية بظلط لأن في كثير اليوم تسمعون عن دورات القراءة التصويرية والقراءة السريعة و أشياء كثيرة طبعاً ما رحدش في جدل بأن هذه كلها عليها تحفظات و ما في حتى أي دراسة علمية تثبت بأنها بالفعل ما تقلل الفهم القراءة الذكية بأنك في البداية أنك تجاوب على خمسة أسألة اللي هي لماذا أول سؤال لماذا أنا أريد أن أقرأ هذا الكتاب بالذات ما أقرأ الكتاب الآخر شنو هدفي من قراءة الكتاب احنا تعلمنا من أيام المدرسة القراءة الكتاب يا ولد اقرأ كلمة كلمة الكتاب من الجلدة للجلدة ليس بالضرورة كل كتاب تقرأ كلمة كلمة و لا من الجلدة للجلدة تقرأ هذا الكتاب تأخذ منه اللي تحتاجه أو هذا الكتاب تقرأه كله لأنه ممتع قراءة الرواية ليست مثل قراءة كتاب العلوم ذاك كتاب العلوم بالذاكرة لكن الرواية لم يقعد ذاكرها فبالتالي كتاب العلوم معك دفتر و قعد يتلخص و يكتب ملخصات الرواية لا أحد لا يسك دفتر و يلخص و يكتب ملخصات القراءة الذكية أنك تعرف لماذا تريد أن تقرأ هذا الكتاب و تقرأ بالطريقة المتناسبة معه قراءات ما قبل النوم تقرأها الاستمتاع لذلك بعض الناس يقول دكتور وين أحسن مكان أقرأ فيه أقول لكل كتاب مكانه كتاب المذاكرة لها مكان و كتاب الاستمتاع لها مكان كتب الروايات بمكان تقعد بكافية و حواليك الناس و كذا لكن لا تقول لي أنه بالذاكرة و أنت قاعد فيه مكان كلها إزعاج و تقول لا أنا قادر على المذاكرة من الذكاء أنك تعرف لماذا و لماذا لماذا تخليك تعرف شنو ماذا شنو الكتاب يتقرأ شنو الكتاب اللي أنت بتختاره بعد ذلك قضية كيف لكل كتاب مثل ما ذكرنا طريقة مختلفة في قراءته المتأ الوقت كل إنسان أنا أقول له ساعة ذهبية ساعة النشاط الذهني هذه تخليها للقراءات الجادة اللي بتطلع منها أكبر زخم من المعلومات و سيصار شنو هذه الساعة الذهبية الساعة الذهبية كل إنسان له وقت نشاط أنت وقت الصباحي أنا وقت مسائي مثلا و هكذا و أيضا قضية اللي هي أين وين مكان القراءة هذه الخماسية إذا أنت مهم أين مهم بالضبط تمنذكرناها مسألة وين أذاكر أذاكر بالكافية الناس موزع بالصالة هابين فيها الشباب يقعدون بالكافيهات هل أنت تتحصل بالفعل على الناس لا شك مهم جدا و أيضا نختمها في قضية نخليها سداسية اللي هي كم بعض الناس يقول لك دكتور أنت سم كتاب تقرأ بالشهر أقول له مو كم و إنما شنو الثمرات يمكن كتاب يغير حياتك لها و يمكن عشرين كتاب بلا أي قيمة يحب زدناك الآن سادسة أهلا طيب يا أنا سادسة أنت حتمركم الله يسلمك شكري لك جدا الله يعزكم ساجد العبدلي طبعا ما شاء الله يعني طبيب و أعلامي و أكاتب و متخصص في الدورات المهنية شكرا لك تكتور على هذا اللقاء و على كل ما قدمت لنا في هذا الوقت القصير لكن كان في رسالة مهمة شكرا لك تكتور و مشاهدين نطلع فاصل وبعدها معانا إن شاء الله ضيف آخر